ضربة قاسية وفضيحة كبيرة ضربت اليوم الكرة الجزائرية وفريقة حض العاصمة بإعلانة الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم عقوبة صانع العاب الفريق يوسف بالليلي لمدة سنتين من النشاط الدولي والمحل على حد سواء بسبب ثبوت تعطيه مادة محظورة وهو مكشفتها التحليل الطبية التي خضع لها بعد نهاية مباراة فريقه بمرديد العلمة لحساب رابطة أبطال أفريقيا الخبر الذي كان في بداية الأمر مجرد شاء كثبته حتى أطراف فريق الاتحاد أكدت دقائق من بعد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها تعلن فيه أن اللاعب اعترف بالأفعال المنسوبة إليه بعدما تم الاستماع إلى أقواله من طرف اللجنة الفيدرالية وبالتالي فعقوبة السنتين مؤكدة والضربة قاسية وقاسية جدا تلقى هو والاتحاد والكرة الجزائرية على حد سواء رئيس الرابط الوطني محفوظ قرباج أكد هو الآخر أن ما ذكرته شرق نيوز بأن اللاعب عقب والكاف رسلت الفاف والاتحاد وأبلغت الهيئتين بالقرار عقوبة بالليلي ستكون سارية المفعول ابتداء من الأحد المقبل بمناسبة ذهب نصف رابطة الأبطال أمام الهلال السوداني بالخرطوم ترجمة نانسي قنقر